قامت الدولة بالتطوير مضمار الهجن بشرم الشيخ استعداداً لاستقبال بطولة الهجن العربية الدولية نوفمبر المقبل وذلك بالتزامن مع انتلاقي قمة المناخ كوب 27 واشمل التطوير انشاء شبكة طرق جديدة بطول 18 كم ورفع كفاءة الطرق القديمة وتوسعتها مشروعات الانشاء والتطوير لا تتوقف بمدينة شرم الشيخ لاستضافة قمة المناخ كوب 27 فمضمار الهجن بالمدينة لم يكن بمعزل عن هذا التطوير لاستقبال الضيوف المشاركين في بطولات الهجن المختلفة من خلال منصة رئيسية في ثوبها الجديد ورفع كفاءة المضمار بطول 6 كم بالاضافة للانتهاء من انشاء الوحدة البيطارية التي تقدم خدماتها الطبية للإبل التي تشارك في البطولات تم التطوير في مضمار الهجن أولاً بالمنصة الرئيسية تم تطويرها بالكامل أنها كانت مكشوفة تم عمل إزاز حوالين المنصة بالكامل ومظلات للمنصة الجانبية يمين وشمال المنصة تم إنشاء مستشفى بطري لرعاية الإبل الموجودة هنا في المضمار تم إنشاء عزب لاستضافة الإبل ورعاة الإبل الموجودين إن شاء الله اللي بيشاركوا معنا في المهرجانات التطوير يشمل إنشاء شبكة طرق جديدة بطول 18 كم ورفع كفاءة الطرق القديمة وتوسعتها كما شمل التطوير إنشاء مسجد والبدء في المرحلة الأولى من أماكن إيواء الهجن والتي تشمل 29 عزبة فضلا عن تطوير أعمال الإنارة ليصبح أول مضمار دولي للهجن مضاء ليلا ليحقق هذا التطوير حلم محب مسابقات الهجن العالمية خاصة مع استضافة المضمار للبطولة العربية الدولية للهجن أواخر نوفمبر المقبل بمشاركة الآلاف من مختلف الدول العربية تطوير مضمار الهجن يتزامن مع استعداد مدينة شرم الشيخ لاستقبال ضيوفها وقت انعقاد قمة المناخ كوب 27 ليؤكد على عبق التراث التاريخي البدوي وإعلان جاهزيته لاستضافة بطولات الهجن العربية الدولية من مدينة شرم الشيخ محمود جميل التلفزيون المصري